اشتركوا في القناة ما الصفات التي يعجبك توفرها في المجلس أكثر من غيرها واحد أن يصغي بعضهم لبعض اثنين أن يبتسم بعضهم لبعض ثلاثة أن يتواضع كل منهم للآخر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم مع جلسائه تواضعه صلى الله عليه وسلم في مجلسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في جيء الغريب فلا يجري أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسأل ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كراهته صلى الله عليه وسلم أن يقوم أصحابه له إذا دخل المجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره إذا دخل المجلس أن يقوم الصحابة فيكره هذا الفعل لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الجالس فيدخل عليه الصحابة فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليهم وهذا دلال على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت رضي الله عنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك ومن توضعه في مجلس جلوسه صلى الله عليه وسلم على الأرض فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا والاحتباه هو جمع الرجلين وضمها إلى البطن باليدين أو بثوب ونحوه سماعه صلى الله عليه وسلم لجلسائه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه أنه كان يصغي لمن حدثه ولو كان في كلامه جفاء وغرضة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد أي أجلس البعير في المسجد ثم عقله عقله أي شدة ضمام البعير ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكي فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكي فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدالك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم وأيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسي كان صلى الله عليه وسلم إذا أصر إليه أحدا حديثا في إذنه لم يرفع رأسه حتى يرفع المتحدث رأسه إصغاء له إذا أصر أحد حديثا يعني يريد أن يتكلم سر في إذن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه أبدا حتى يرفع المتحدث رأسه إصغاء له نشاط واحد أكتب الأدب الذي ينبغي تطبيقه في الحالات الآتية لحالات الأدب واحد دخل أحد الضيوف إلى المجلس وقد امتلأ بالحضور الأدب أن نتفسح ونوسع له اثنين المعلم يشرح الدرس وأحد زملائك يحاول التحدث معك لا أتحدث معه وأنصت إلى المعلم بدأ بعض الحاضرين يغتابون شخصا وأنت في المجلس الأدب أنصحهم بالتوقف عن ذلك دخل أحد الأشخاص إلى المجلس ولم يسلم على الجالسين أنصحه بأهمية السلام أثناء حديث أحد الجلوس تلعثم في الكلام وأخطأ الأدب أتابع الإنصات إليه إلى أن ينتهي ستة جلست في مكان فجاء شخص وقال هذا مكاني قمت منه لحاجة ثم عدت إليه الأدب أقوم وأجلس في مكان آخر سبعة أثناء مصافحتك لبعض الحاضرين كان أحدهم منشغلا عنك أثناء المصافحة بالحديث مع زميله الذي بجانبه الأدب أعود المصافحة بعد انتهائه نشاط اثنين عن آيشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه يكثرا يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبين فضل هذا الدعاء فضل قول هذا الدعاء يغفر له ما كان في مجلسه ذلك أشارك في كتابة هذا الدعاء في لوحة بخط جميل وأعلقها في أماكن جلوس الطلاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نتعلم لنعلم أحرص على احترام جلسائي وتقديرهم اقتداء بالهدي النبوي أسعى أن يكون جلوسائي مستمتعين بمجلسه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر